اهلا فيكم ببيت اللبناني اليوم رح نعمل وصفة انا كتير بحبه لاني بحب الحر كتير هول الفلفل الاخضر الشايفين والحرين هول زرعيتنا من جنوب لبنان بدنا نشوف كيف اننا نحفظهم لمدة كتير طويلة بانو نعملهم صلصة كتير طيبة بتدخل على كتير اكلات مثل الماكروني والكباب وغيره خلينا شوف شو طريقتهم لوصفتين احنا بحاجة لهيدا نوع من الفلفل الفلفل الاخضر الحر وتقريبا الكمية طلعت 400 جرام وبدنا نجيب محضر الطعام ونحط فيه كل الكمية هلا انا بقطعهم بالمقاص لان هيدا الفلفل كتير حر وبيزعج اليدان يعني بيدلع يومين ايديكن يجعوكن اكيد فيكن تستعملوا السكين بس اذا استعملتوا السكين الافضل انه تحطوا كفوف واذا كان الفلفل اللعندكن منو حر كتير فيكن تزيدو فلايفلي من نوع تاني تكون حرة حبة او حبتين واذا مثلا كانوا حر كتير وما بتحبو الحر فيكن تزيدو عليهم مثلا حبت فلايفلي حلوة خضرة ساعتها بتقلل من حديث الحر وهلا بدنا نهرس الفلفل الاخضر ليصير ناعم كتير وبدنا نضيف عليهم اربع حصوص من التوم وثلاث ملاقع كبارة من الزيت استعملوا الزيت البتكنية انا استعملت زيت الزيتون ومنضيف كمان عصير حامضة واحدة وملع كبيرة من الملح وبدنا نشغل محضر الطعام لمرة اخيرة تيصيروا نعمين متل ما شايفين صاروا صلصة وشكلهم بيشهب بس بعد عدنا خطوة اخيرة نعملها تيضاينوا عنا فترة طويلة لانه متل ما لحظته الفلفل الاخطر طابل طلع كمية كبيرة من الماي هيدا الماي رح يخلي طعمة الصلصة يفرق وكمان رح يخليوني انتزوا عضغري يعني الماي رح تخلي صلصة تخرب بسرع عنا فلتضاين عنا فترة طويلة بدنا نحضر مقلية على النار وبدنا نوضع كامل كمية الصلصة اللي عملناها بالمقلية ونشغل النار على الحرارة المتوسطة واذا ما حبين تعتمدوا هيدا الطريقة في عنا طريقة تانية هي انه قبل ما نبلش بوصفتنا يعني قبل ما نبلش نحط الفلفل بالخلاط فينا نشمسهم بالشمس قبل بالنهار ليطلعوا الماي طبعون او فينا نرش عليهم ملح ونحطهم بمصفية قبل بليلة كمان لتنزل الماي الموجودة بالفلفل لانه الماي بخلي صلصة عفين بسرعة بس انا لانه بلاقي هالطريقة اسرع يعني في عملها بنفس النهار او بنفس الوقت بحب هيدا الطريقة بالمقلية وهلا متل ما شايفين الماي عم تبلش تتبخر الشي الوحيدة اللي مش حلو بهيدا الطريقة انه شوي بنفقد اللون الحلو الاخضر الفائع اللي كان بالاول يعني كل ما تركناهن على النار كل ما الاخضر بده يغمق بس ما عندي مشكلة مهم يضاينوا عندي انا بفضلي يضاينوا على انه يكون عندي لون الفائع و لما تلاحظوا انه ما عادي يبين ماي على جواني بالصالصة يعني تبخرت اغلبية الماي فينا نشيلون عن النار وهيك بتكون صلصتنا جاهزة ازا بتحبوا بهيدا المرحلة دوق الصلصلة تشوفوا ازا الطعمة متل ما انتو بتكون يعني ازا بدا زيادة ملح او طوم او حتى حامود وبالنسبة لطريقة تحفز صلصة الفلفل الاخضر الحر بحضر مرتبان ازاز معقم اكيد و بدي حط كم نقطة من الزيت انا استعملت زيت الزيتون بس فيكن تستعملوا اكيد زيت عادة و بدي اجرب انه خليه دق بكل جواني بالمرتبان وهلا كل شي علينا نعمله انه نعب المراتبين و ازا فيكن جربوا ملسو الوج شوي تنضيف عليه زيت الزيتون هيك بيكون كأنه زيت الزيتون غمرة بيحميع من انه تنتزيع انا بحتفز بالمرتبان بالبراد لانه هيدا النوع من الصلصة بسهولة بيخرب فبفضل احتفز به بالبراد مع تغطية بالزيت الحلو للوج واكيد كل مرة منستعمل منها لهيدا الصلصة اللي منستعمل منه منرجع منغطيه بالزيت يعني ما منخلي الصلصة تتعرض للهوا وبهيدا الطريقة ممكن يداينو من ستة شهور لسنة وهيدا هي صلصة الفلفل الاخضر الحر ان شاء الله تكونوا حبيتوها انا كتير بحبه لهالسلصة مع الكباب ومع المعكروني اكتر شي وكمانا فيكن تغطسو فيها اي شي بيلبقلو الصوس متل مثل النوغتز الجيج لحمة وغيرو واي شي بتحسو بيلبقلو حار او صلصة حتى تكون شو حارة فيكن تستعملو هيدا الصلصة اشتركوا في القناة